إذا بعد إذنك ممكن يعني في مرقص إصحاح 6 من أين لهذا هذه وما هذه الحكمة التي أعطيت له حتى تجري على يديه قوات مثل هذه أليس هذا هو النجار ابن مريم وطبعا المسيح يتكلم ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه وبين أقربائه وفي بيته وفي إنجيل لوقة بيتكلم عن برضه بنفس الأسلوب أليس النجار ابن يوسف وهنا ابن مريم إذا ممكن نوضح الفكرة ابن النجار ابن يوسف أو ابن مريم طبعا هذا الكلام لا يعتبر إعلانا إلهيا من الله عن من هو المسيح لكن رأي الناس فيه الناس الذين عثروا وبطريقة يعني بصراحة ساخرة أو طبعا رأي الناس فيه كعادتهم وهم يتهكمون عليه هم رأوا حكمته ورأوا أعماله ورأوا كلامه فاستغربوا ومعجزاته ومعجزاته فقالوا من أين لهذا من أين لهذا هذا التعليم من أين لهذا هذه القوة نحن عارفينه ده ابن ابن الناصر وكمان هم عندهم عثرة أخرى أن المسيح لم يذهب إلى أي مدارس يعني يهودية ليتعلم منها التعليم اللي هو يطلع به ربا يهودي وبالتالي هم بيقولوا جاب من أين الكلام ده إحنا عارفينه ده نجار ابن نجار وأمه تدعى مريم وقالوا عليه ابن مريم فهذا مصطلح أطلقوا عليه للسخرية من المسيح وللتقليل من شخصية المسيح ومن هوية المسيح لكن أعتقد البعض تأثر بهذا الفكر عندما يزدرون بالمسيح ويطلقوا عليه أي كلام لا يليق لكن حتى كلمة ابن مريم لا تنطلق أو لا تنطبق على المسيح المسيح اختر له الكتاب كلمة مرتبطة بمريم اسمها نسل المرأة نسل المرأة الذي يصحق رأس الحياة فإسمه نسل المرأة وفي غلطي أربعة أربعة أرسل الله ابنه مولودا من امرأة لكن ابن من ما تتقلش في الكتاب مطلقا كتصريح إلهي أن المسيح هو ابن مريم لكن ده يا إمن انتساب الله إن المسيح إلى الله بيعتبره ابن العلي أو ابن الله أو ابن دوو زي ما اسمعنا أو ابن إبراهيم أو ابن الإنسان للأسف أخي حتى يومنا هذا يعني حتى في اللغة العبرية يعني ما بيحبوا يذكر كلمة يسوع بيحزفوا حرف الأخير على أساس يمحى ذكره واسمه يقللوا من قيمة يسوع أنه ابن مريم يعني ابن غير شرعي للأسف وكتير مننا اللي بيطلق على أنه ابن مريم لا يدرك أنه هي إهاني للمسيحيين من غير ما يعرفون يعني أقدس اسم يقال عن شخص المسيح في إنسانياته زي من الكتاب قال عنه نسل المرأة ولماذا قيل عنه نسل المرأة علشان يجنب تماما أي انتساب بشري لأي أبن يعني جاءنا بدون زرع بشر هو الوحيد الذي جاءنا من امرأة أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت لا دخل للإنسان في استحضار المسيح بل هو أتى إلى العالم من تلقاء ذاته بإرادته عن طريق رحم القديس العزراء مريم حتى في الكولتشر بتبعنا لما بتقول واحد ابن ست يعني تعتبر إهاني يعني على أساس أنه الطفل بيتبع الأب وين الأب والأم فهو الكتاب يقول عنه نسل المرأة ويقول الكتاب عنه أرسل الله ابنه مولودا من امرأة لكن لا ينسب المسيح لإسمه محدد يقول ابن مريم لكن هذه جاءت على لسان المعتردين على المسيح معتردين وأيضا ساخرين لأنه الفكرة يعني عم بيستهزئه في هوية يسوع وطبعا أليس هذا ابن النجار عم بيحتقره يعني مع أنه بحسب الربايز أنه كل أحد لازم يكون عنده صنعة يعني يعني بحسب التقليد اليهود أنا بتكلم ومع هذا عم بهينه شخصية المسيح تمام لأنه يعني نعلم من خلال التاريخ أن يوسف النجار كانت طبعا مهنة النجارة لكن الأسرة كانت فقيرة بالرغم من أنه سلالة داود الملك لكن كانت أسرة فقيرة فربما حتى كان عمله في النجارة عمل متواضع على أده لأن في تقدمة الفقراء اللي أقدموها لما ذهبوا بالصاب يسوع أقدموا فرخي الحمام تقدمة الفقراء فعايزين يقولوا حتى ابن النجار المهنة البسيطة وأقل لفل في النجارة الفقراء اللي ما عندهمش يعني مشاريع ضخمة يفتحوا بها مشروع